لن يكون هناك سلام دائم في سوريا إلا بمصالح بين نظام الأسد والمعارضة السورية تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس قال فيه إن سبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية هو الحل السياسي والقضاء على الإرهابيين دون أي تمييز بينهم مؤكدا أن تركيا تدعم تحقيق المصالحة الوزير التركي أشار إلى أنه أجر محادثة قصيرة مع وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في شهر تشرين الأول من العام الماضي في بلجراد مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا ولا يتحقق ذلك إلا من خلال وحدة الصف وفق الوزير ورغم أن وكالة الأناضول التي نقلت الخبر عن الوزير التركي استبدلت لاحقا مصطلحة مصالحة باتفاق إلى أن ذلك لم يخفف ردة الفعل الشعبي الغضب في الشمال السوري والتي شاركت في التعبير عنها قيادات عسكرية من وزير دفاع في الحكومة المؤقتة إلى قادة الفيالق والفصائل العسكرية التابعة للجيش الوطني إلى ناشطين وتكتولات ثورية أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي واسمها لن نصالح عقب تلك التطورات الخارجية التركية أصدرت بيانا لاحقا أوضحت فيه أن تركيا ستواصل التضامن مع الشعب السوري وتقديم مساهم قوية لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات السوريين وفق البيان وعلى الأرض خرجت مظاهرات غاضبة في مدن إعزاز وجرابلوس والباب ورأس العين وتل أبيض وأخترين والراعي وكذلك في مدينة إدلب وأريحة وسلقين نددت جميعها بتصريحات الوزير التركي وأكدت رفض قاطن شمال سوري للمصالح مع نظام الأسد كما جددت تمسك الشارع بمبادئ الثورة السورية وقلقه البالغ إزاء التطورات في موقف الحكومة التركية التي لا يعتبر تصريح وزير خرجيتها تغيرا أولا في هذا الإطار إذ جاء تصريحه شهر الماضي حول سعدة تركيا لدعم نظام الأسد سياسيا في مواجهة القسد ليفتح باب الأسئلة على تأثيرات تصريحات تركية بالملف السوري عموما وعلى ملايين النازحين في الشمال المحرر على وجه الخصوص